وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم زكاة الحطر يعني يمكن لإنسان استضيء قبل العيد سينهاني غد يومين كما قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول حين يقعد العامل عن عمله قيل ومتى يقعد العامل عن عمله قال إذا بقي للعيد يوم لو يوما يعني يجوز هذا من باب الاستحباب ولكن ما نقوي يواجب نستضيء الإنسان قبل أن يديس الموصل للعيد أشكو أغلبنا بندتكيسنا زكاة الفترة استخدتنا أنها العيد كلت اخذ قمي وربما تكيلا تروحكيس هنش كان ناتي النبي صلى الله عليه وسلم هفل لأس أردتني من أدها قبل الصلاة فهي زكاة المقبولة ومن أدها بعد الصلاة فهي صدقات من الصدقات لكن النبي صلى الله عليه وسلم يستيكى الإنسان قبل أن يفوغس الموصل للعيد ويجوز يستيحبابا أستيضي الإنسان قبل العيد سيومين يأخذ النهار أشكو أغلبنا بزافي فلكين يعني أغدار ذي يروح بنازم الإشقاء ينكرر بنازم الفجار أسهل كيس زكاة الفترة سلت يوهي إذباء بالنس أرقن بعدها بالمدناريات الوقت الصباح العيد أغلبنا بالمدنار فهن بدانر تزلان كريو فهن مدنغ العيد الزلان كريو فهن الخطباء كريو فهن الركعاء كريو ما نقول سلت يحيد بنازم إذن ما الأحسن والأفضل استيحيد الإنسان على تسع قبل سيلك من العيد سنهار يغض يومين مثلا استيحيد الإنسان يزد الفلوس وليس طعام استيحيد طعام مدرن خيجن كريو يطعام هو أقول ورن الإنسان الفلوس يحتاج ولم ورن يحتاج ونرسمه قول غير ساخن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها رسول الله يسم طعاما وليس كده أي أيجا سنة النبي عليه الصلاة والسلام لأن تعلق الصائم الصائم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث بن عباس فرضها النبي صلى الله عليه وسلم طعمة لصائم من اللغو والرفس وطعمة للمساكن فرضها الرسول صلى الله عليه وسلم تقى طهرة الصائم بمعرسة الطهر سبحانه وتعالى يعني الصائم غير لغني توقع غزل رمضان تيلي جس الحكمة الثانية هو طعمة للمساكن إذن طعمة تقى طعام ورسجي الفلوس لأن الأئمة الأربعة لمن مالك والشافي وأحمد قرردنا كله هم طعمة أثقى عبو حنيفة لقى نوصر بعل الأئمة وحدوتي يجتهدنين يكتغى لقيمة ولكن النص يشكى الطعم لإجتهاد يشكى لقيمة ولن تقدم لإجتهاد على النص يشكى الله قسم النص ما رانتبعي ذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول العلماء رانتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وكالأقوى للعلماء غزكات الفطرة إنك عقول إمام مالك hyper jump إمام مالك رحمه الله وهو إمام ذا الرسول قال إنتهي لي لا يجزئ الرجل أن يعطي مكان زكاة الفطري عرضا من العراض قال وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في المدونة هذا كلام لإمام مالك رحمه الله قال إنتهي thieves لا يجزئ الرجل أن يعطي أن يعطي مكان زكاة الفطر عرضا من العراض كيف ما يكون يقوم اللفلوس الحواج وليس كذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف كان يعظم الإمام مالك رحمه الله أمر النبي عليه الصلاة والسلام وليس كذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم والكلام في المدوانة كذلك ابن عبد البر من كبار فقاعة المالكية لصاحب التمهيد ابن عبد البر معروف الفقاعة المالك العالم الكبير أريد أني زكاة الفطر واجبة إنك تقلل في واجبة الحكم ولا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة عند أهل المدينة وهو الصحيح عن مالك وأكثر أصحابه أمر سيني ابن عبد البر رحمه الله إنك لا يجزئ فيها ولا في غيرها من الزكاة القيمة إنك رجزك في القيمة إنك هو الصحيح عن الإمام المالك وأكثر أصحابه كذلك ابن الجلب من المالكي أيضا إنك لا يخرج مكانها ثمنا إنك ريطي يعني غل مكان التامان اللي هو القيمة كذلك لإمام أحمد رحمه الله أريد أني أبو داود قيل لأحمد يعطيه دراهم يعني زكاة الفطر إن إنسان يسليف كدرهم الفلوس الزكاة الفطر إن إمام أحمد رحمه الله أخاف ألا يجزئه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إمام أحمد رحمه الله صلى الله عليه وسلم لكان كافيا يكفي أنه خلاف ما نصت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم شوف سبحان الله الفقه كيف يعظمون شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الإمام الشافع وهو استخرض إنك ولا تقوم الزكاة أي زكاة الرفيط إنك ولا تقوم الزكاة أعتقام الزكاة عمديما إننا سي الإمام أحمد وقيل لإمام أحمد القول يضني قوم يقولون إن ابن عبد العزيز كان يأخذ بالقيمة فقال أحمد يدعون قول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون قال فلان وقال فلان أريد تزي الإمام أحمد رحمه الله ننسني عمر بن عبد العزيز إني سأتي أريد تني أنت سلقيمة كي أريد تني الطعام عمر بن عبد العزيز أريد تني سلقيمة إنيس الإمام أحمد أرفل يدعون قول النبي صلى الله عليه وسلم يقولون قال فلان وفلان ننسى الناس نرفال الكلام من الرسول سنن الرسول صلى الله عليه وسلم ينسى الأقوال للرجال سبحان الله كذلك أبو داود أيضا إن ننسى الإمام أحمد يعطي الدراهيم يقول أخاف أن لا يجزئه إذن زكاة الفطر أرتلي سطعام أرتلي سلفلس والله أعلم